لمناقشة ملف استهداف الحجد الشعبي في بغداد ينضم إلينا من بغداد الخبير استراتيجي الأستاذ نبيل العزاوي أستاذ نبيل مرحبا بك معنا في هذه النشرة بعدما تم اليوم من هجوم استهدف الحجد الشعبي هل يمكن قراءة ما جرى بأنه رسالة إلى الفصائل العراقية بأنها ستستهدف من تشاء وقت ما تشاء وإنما تشاء شكرا جزيلا أكيد هي الرسالة كانت قبل هذا الاستهداف حينما حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وعنى لسان وزير الخارجية ثم وزير الدفاع وكذلك حتى الرئيس الأمريكي بايدن وقالوا أننا سنرد على الأهداف التي تهاجم السفارة أو القواعد العسكرية لكن المتغير الذي حصل هو أن في وضح النهار وفي سابقة خطيرة لم تحدث منذ أربع سنين حينما استهدفت المطار آنذاك ولكن خلال هالأربع سنوات لم يكن استهدافا في بغداد الاستهداف عبرت عنه الحكومة بأنه انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدبلوماسية وحتى يناقض ما جاءت به الولايات المتحدة والتحالف بأنها قوة استشارية وليست قوة قتالية هذا يعني أن اليوم وحسب ما يذهب بعض المدونون والباحثون بأنه إعلان حرب اليوم على هذه الفصائل لذلك كل الترقب اليوم على الحكومة وكل الترقب على البرلمان ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ ما هي الأمور التي يمكن أن تحتوى خصوصا أن الشارع اليوم حقيقة في وضع مريب لا يتكهن ما الذي يحدث خصوصا أن القضية هي قضية استهداف للحجد الشعبي وهو مؤسسة ضمن المؤسسات العراقية بقانون 40 لسنة 2016 حينما تقصف مؤسسة عسكرية تتبع لرئاسة الوزراء أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أمور ستكون خلال الساعات أو الأيام القليلة وتكهنات هذه الأمور كثيرة منها سيقول يمكن أن يذهب البرلمان هناك لدينا استاذ سعد تدري قانون إخراج القوات الأمريكية هذا القانون مشرع جاهز لكن غير منفذ هل ستستطيع الحكومة تنفيذ هذا القانون أعتقد أن هناك يمكن أن تكون عقبات أمام تمرير هذا القانون باعتبار أن هناك مكونين رئيسيين هم المكون السني والكردي لديهم اعتراضات على هذا القانون باعتبار أن لا زارة خلايا داعش موجودة وهي تعتقد نحتاج القوات الأمريكية للمساعدة والإسناد يعني بعد ما جرى من هذا الهجوم والتحذيرات التي أشرت إليها من قبل أمريكا والتهديدات التي كانت تطلقها ضد قوات الحجد والفصائل التي كانت تهدد المصالح الأمريكية هل هذا يشيب أن الأمور أصبحت أمرا واقيا ونذيرا قطر وعلى الحكومة والبرلمان أن يتعاطوا بشكل آخر مع ما جرى هذا اليوم هناك رأيين في هذه القضية رأي يقول نعم أن الأمور ذهبت إلى مستوى المواجهة باعتبار أن أمريكا اتخذت خطوات المواجهة وبدأت تقصف مواقع يعني هذا ليس الموقع الأول ولن يكون الأخير باعتبار أن هناك تماديا أصبح كبيرا قصفت في سوريا وقصفت في لبنان وبالأمس كان هناك انفجارا في طهران واليوم في بغداد هناك اتجاه آخر يقول لا هناك يجب أن يكون تخفيف وتبريد للجبهات باعتبار أن العراق لا يتحمل أكثر من المشكلات والأزمات وكذلك باعتبار أن الحكومة هي حكومة خدمات وهي حكومة كانت مصطرة تعامل مع كل الدول وهناك تقاطر كان للدول باعتبار أن العراق عادة كلاعب جيوسياسي وتحول من ملعب إلى لاعب مهم في أن تكون هناك تقريب وجهات النظر لذلك ما بين الاتجاهين يمكن أن تكون هناك تهدهة يمكن أن تكون هناك حكمة وحنكة من خلال السيد السوداني في إدارة هذه الأمور باعتبار أنه يجب أن تكون تطمينات حاضرة خلال الساعات القليلة خصوصا أن هناك يمكن أن تكون تديد ستكون مظاهرات للتنديد بما حصل لكن احتواء هذا مهم جدا خلال الساعات القليلة المقبلة كذلك علينا أن لا ننسى أن القوات الأمريكية اليوم هي جاءت بمسمى الدفاع والحفاظ على الحكومة ومنجزات الحكومة واستشارة لكن البيان كان واضحا بأن اليوم كل الأمور تذهب إلى التقويض العلاقات الاقتصادية العلاقات الثقافية السياحية إذا كان هناك تمادي خلال الأيام المقبلة لكن الأرجح أنا بتقديري ستكون هناك تهدئة لأن العراق لا يتحمل مزيد من التأزم والتأزيم في هذه اللحظات التي تمر بها المنطقة المشتعلة أصلا وتدري تحضر تقضية غزة صارت ثلاثة شهر لكن لحد الآن لا توجد مخرجات حقيقة لكن زج دول أخرى مثل لبنان سوريا العراق في هذه الصراعة أعتقد سيؤزم وسيشعل المنطقة إذا كانت هناك ردود أفعال بالاتجاه الآخر وهذه التهدئة التي أشرت إليها ستكون من جانب من؟ من جانب الفصائل في العراق أم من جانب أمريكا أم من جانب الاثنين معا طبعا هذه التهدئة يمكن أن يقودها أحد الحكماء أحد المتصدين أحد المعتمدين من خلال الفصائل أو من خلال الحكومة يعني هناك وسيط يجب أن يتدخل في أن تكون هناك حوارات حقيقية وجادة للخروج بأقل الخسائر سواء الخسائر السياسية والبشرية ما عاد العراق يتحمل أزمات من 20 سنة إحنا مرينا للأزمات خلينا نرى في الراجع قضية الأمريكان وجودهم لحد هذه اللحظة تعريف حقيقي لا يوجد عندنا اتفاقية الإطار الستراتيجي تذكرها أستاذ سعد هذه الاتفاقية موقعة لكنها محددة بالصيغ محددة بقوانين محددة بأن الوجود الأمريكي وجود استشارة لكن لا يستطيع أن يقصف اليوم القصف ما تعتقد غير مبرر وهذا ما جاء ببيان السيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية لذلك وجبت هناك حنكة في إدارة هذه الأزمة في إدارة هذا الملف الذي ظل يعني تدري هذا الملف ظل لم تكن هناك نهايات حقيقية لديه من 2016 عفو من 2018 مرورا إلى ما وصلنا إليه اليوم لذلك الحنكة وجبت حاضرة باعتبار أن الحكومة هي حكومة يمكن أن تفضي إلى حلول حقيقية خصوصا أنها ساهمت في حل كثير من القضايا يعني بالعراق قضايا يعني عادة سوريا إلى الجامل العربية كان بالعراق وساطة عراقية كذلك بين طهران والسعودية كانت وساطة عراقية لكن العراق أن يكون في قلب العاصفة وفي هذه الأمور صعب جدا أنا أتخيله بالتالي أعتقد يمكن أن تكون هناك عقلانية في إدارة الأزمة خصوصا إذا كان طرف معتمد من الجانبين من قبل فصائل المقاومة أو الحكومة العراقية نعود إلى التحذيرات التي كانت تطلقها واشنطن سواء من قبل البيت الأبيض أم البنتاجون أم الخارجية الأمريكية الملاحظة أنه قبل وقوع هذا الهجوم بساعات حذرت الخارجية الأمريكية مرة أخرى من أنها ستدافع عن نفسها ضد الهجمات على قواته هل هذا يؤشر بأن واشنطن تتعاطى بعدم ثقة مع بغداد أم أنها ربما تدرك العجز عن إيقاف هذه الهجمات هذه القضية أستاذ سعد قضية صعبة يعني كل شيء معقدة ما ممكن نسميها أو نعرفها قضية سهلة يمكن تحديها قضية الفصائل المسلحة قضية عقيدة لديها عقيدة بأنه خروج القوات هذه تحتاج إلى قتال لأن هذه القوات لا تعترف إلا بالقوي وبالسلاح خصوص القضية يعني متغير أنت تذكر أستاذ سعد كان هدوء سياسي لمدة سنة وأكثر من شهرين لكن قضية غزة التي هي أثارت هذه القضية باعتبار أنه تماديا حصل من الجانب الإسرائيلي وكان هناك شلالات من الدم ترتكب ومجازر والولايات تعترف أنها تدعم تدعم الكيان الغاصب ضد غزة لذلك تعتقد من باب العقيدة يجب أن تكون هناك وقفات وهذا صعب أن تتغيرها مستحيل أن تتغير عقيدة كاملة لدى هذه الفصائل لذلك اليوم أمام متغيرات كبيرة بالجانب الآخر لدينا سياسة ولدينا دبلوماسية ولدينا اتفاقيات فكيف يمكن أن نوازن أو نوائم هذه الأمور ونجسد هذه في أن تكون هناك علاقة حقيقية مع واشنطن واشنطن اليوم أنا أعتقد تمادت كثيرا في ضربها للقوات العراقية ولذلك أعتقد حتى البيان اليوم لا تقرأ وتراجع بيان واضح بأنه الذي حصل مستنكر ومستهجن ويجب أن تكون هناك وقفة حقيقية في عادة العلاقة كيف هذه العلاقة كيف يمكن أن تكون مخرجاتها وكيف يمكن أن تكون في المستقبل إذا كان هناك قصفا وتماديا وهناك خسائر بشرية إذا كانت هناك خسائر بشرية فيجب أن تكون مراجعة لمجمل قرار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة ويجب أن تكون هناك نقاط محددة ما هي وظيفة هذه القوات وما هو عددها وكيف يمكن أن تتعامل مع الفصائل المسلحة خصوصا فيما يتعلق بالوظيفة التي أشرت إليها لقوات التحالف الدولية في أي إطار أو سياق إذن نصف الحديث عن متابعة أمريكية ورصد للنشاط في مقار الحجد ورصد العجلات التي تتردد على الحدود السورية هل يدخل هذا يعني من ضمن نطاق الوظيفة التي تقوم بها قوات التحالف هو واضح جدا استاذ سعد يعني قوات التحالف هي لا ترغب أو لا تريد تمكين هذه الفصائل من أن تكون لديها دورا وهي دائما منزعجة من هذه الأمور وكانت هناك بيانات شديدة اللهجة من قبل هذه الفصائل وكانت هناك استهدافات مباشرة لذلك هي لا تريد أن يكون هناك تطاولا عليها من قبل هذه الفصائل باعتبار أن هيبتها ستمس وكذلك العالم لا يعترف بأنه أن هناك لا تستطيع أن تحمي نفسها باعتبار أنها جاءت وهي التي حمت والتي هي أسست والتي هي دعمت وبالتالي تريد أن تصور حتى اليوم في قضية الدعم العالمي بأنها لا زالت هي القطب الأوحد لكن بتقدير اليوم الأقطاب تغيرت ما عاد الولايات المتحدة هي الراعي للوحيد لهذه الأمور وما عادت هي القادرة تدري أن هناك عجز كبير يقدر بأكثر من 23% هناك استنزاف للأموال هناك رصد كثير من الأموال للجانب الإسرائيلي لكن أعتقد أن المرحلة مقبلة يمكن أن تكون هناك نظرة أحادية على هذه القضية ويمكن أن تكون هناك خلاصة ومخرج من هذه الأزمات المتتارية باعتبار أن الحكومة كلها أو كل الأمور التي تدعم أستاذ نبيل عذرا للمقاطعة أستاذ نبيل العزاوي الخبيل الستراتيجي كنت معنا من بغداء شكرا جزيلا لك